السلام عليكم أهلا وسهلا متابعين الأعزاء في قناتي بعد الخبر الحزين اللي شاهدناه كلنا أمس بوفاة كريم بوسالم أوضحت سوريا بعمامة أنها أصيبت بكورونا في نفس اليوم وقالت مش سهلة حيث قشفت الإعلامية الجزائرية سوريا بعمامة أنها أصيبت بفيروس كورونا في نفس اليوم مع زميلها الراحل الصحفي كريم بوسالم وتعاني الدكتورة السورية عمامة في بيتها بالشراقة في العاصمة من إصابتها بفيروس كورونا منذ عشرة أيام وقالت بعمامة في اتصال هاتفي عدت من بعيد أصبت أنا وزميل الراحل كريم بوسالم في نفس اليوم وطبعا سوريا بعمامة كلنا عرفنا مبارح أنها تأثرت بوفاة زميلها والضغط عندها ترفع نسأل الله العظيم لها الشفاء وقالت الفيروس متعب جدا والإصابة ليست بالسهلة كما يتصورها البعض الأمر صعب جدا وأضافت سوريا يجب أغذي كل الاحتياطات والحذر ثم الحذر القدرة الإلهية أعادتني للحياة يا ناس طبقوا إجراءات الوقاية كلنا ندعي لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها ويعفيها وما تنسوش الدعاء بالرحمة لكريم بوسالم الله يرحمه ترجمة نانسي قنقر